نفت القوات المسلحة السودانية ما ورد ببيان قوات الدعم السريع بشأن المساعدة والتنصيق في إجلاء رعاية ومبعوثي الدول مؤكدة أنه عهر تماما عن الصحة كما نفت القوات المسلحة السودانية في بيان أنباء استهدافها للمواطنين وبتدمير منازلهم مشيرة إلى تجنبها الدخول في معارك وسط الأحياء السكنية من أجل المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأكد بيان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع اتخذت من هذه الأحياء والمناطق المكتضة بالسكان ملاذا لنشر قواتها متخذة من المدنيين دروعا بشرية